مرحبا بكم يا طيكم العافية قبل ما اتمرأ قرأت من صور معكم هذا الفيديو هذا بعد صوره في الجيم يعني سوالي في سريعة قبل ما اتخلي بتمعين اللي خلاني يساوي هذا الفيديو قرأت كومنت عندي في حساري في الانستقرام متكلم من البقوليات غير مناسبة لبناء العضلات أو غير مناسبة لرياضيين بشكل عام لها تحتوي على كاردوهدراك بشكل كبير طبعاً لمتابعين الجدد أغلب المواضيع تتكلم عنها في حساري في الانستقرام مخزنة عندي في الهايلايت أو موجودة على شكل بوستات متابعين القدامة ممكن يكون الموضوع على متكرر لوعاً ما وما في معنومات جديدة عليكم أنا دائماً أقرأ في الكومنت عندي نظام غذائي النباتي لماذا؟ لأنه لا يستطيع الوصول إلى احتياجهم البروتين وهنا يضبح تساولات كثيرة احتياج البروتين الذي تمشي عليه بناءاً على ما وهذا نقطة اختلاف بيننا كنباتيين وبين مستهلكين الأنظمة الأخرى المستهلكين الأنظمة الأخرى دائماً يضطع لكمية البروتين عالية في اليوم دائماً نرى أن احتياجهم عالي جداً مقارنة بالنباتيين بالنسبة لي لما كنت أستهلك اللهم جربت على نفسي في فترة كنت أستهلك فيها بروتين عالي وفترة كنت أستهلك فيها بروتين منخفض وشفت الفرق على جسمي والراحة النفسية الهضم عندي تحسن لما قللت كمية البروتين بناء العضل عندي زاد لما قللت كمية البروتين زد الكاربوهنرات وهنا نقطة الخلاف عند الناس أنا لا أستهلك البقوليات كمصدر البروتين لأن البقوليات لا تعتبر مصدر صافي للبروتين بل تعتبر مصدر تارب صافي يعني يعتبر أن البقوليات مصدر كامل يحتوي على الكامل بلوع دعونا نوضح بعض المقاكل عندما تبني عضلات أو تبني تزيد وزن العضلي طبعاً لا يطمح لزيادة الوزن على شكله عندما تبني تزيد وزن العضلي لابد تزيد السعرات الحرارية زيادة السعرات الحرارية يستطيع أن تستهلك كلمية طعام أعلى البقوليات عندما تستهلكها كمصدر البروتين ستساعدك أن تضطح فياجك من السعرات الحرارية بشكل أسرع لماذا؟ لأن تحتوي على كاربوهدرات البقوليات كمصدر البروتين مناسب لزيادة الوزن بشكل كبير ستساعدك وممكن أن تزيد سعرات الحرارية تضطر أن تزيد كاربوهدرات من مصدر خارجي ثاني جداً كما تأكل بقوليات مع طبق الارزة والتصالة مع طبق بطاطس لأنك من يحتاج كاربوهدرات عالية لتزيد سعرات الحرارية لطبع البقوليات وتزيد البروتين والدهون ونزيد العناصر الغذائية كاملة ونحن نعرف أن النظام غذائي النباتي غذائي النباتي الانتظام ونستهلك التي تحتوي على البروتين والدهون طعام كامل وليس معزوم فهذا الهدف نحن كنباتين عندما نقول نستهلك طعام كامل الطعام هذا والصنف هذا سوف يوفر لي جميل عناصر الغذائية التي يحتاجها نقطة الخلاف التي نقع فيها مع الناس أو مع التنعين الأنظمة الأخرى بالأصع حساب البروتين اللي قاعدين يتبعون أنا ما رح أخوب في معادلات كثيرة وانت حسبتك صح وانا حسبتك صح وانا حسبتك غلط وانا حسبتك غلط لا بس أغلب الناس اللي حسبتك وانت قاعدة يمشي عليها يمشي علي وزن جسمك بس لازم نعرف ان كما تحسب على وزن الجسم كمية البروتين بنار على وزن جسمك لازم تحسب الوزن الصاقي يعني وزن جسمك ناقص منه وزن الجهون يعني بقى وزنك مثلا 80 كيلوغرام أفمن خلنا نقول 15 منها 15 كيلوغرام من الجهون 10 كيلوغرام من الجهون هذه لازم تشيرها يعني تطلع بالاخير 65 كيلوغرام وزنك الصافي وهذا الوزن هو اللي كتبني عليه حسبتك للبروتين الموضوع عندي ممكن نخبط بعض الناس الثاني بالنسبة لي أحب أمشي على حسبة السعرات الحرارية يعني لو أمشي على 2000 سعرات الحرارية يعني لو أمشي على 2000 سعرات الحرارية 10% إلى 15% منها يكون مصدرها من البروتين أريح لي وأسهلي بكثير ومؤخرا صبت ما أحسب يعني لماذا أضيع وقت أحسب كم كمية البروتين كم كمية الكاربوهدرات كم كمية الدهون لا، سأكل طعام كامل وأشوف أن الفائدة يعني أن جسمي قاعد يستفيد ومو قاعد أحد نفسي بالسعرات الحرارية بالعكس أكل ما أشبع ما أصل للتخمة ولو جئت أرجع أكل طعام كامل سوى فاكهة خضروات أي شيء يشبعني بس يكون طعام كامل أحاول قدم أن أبعد عن أطعمة المعزولة مفروض أنت كشخص نباتي لا تخاف من كمية الكاربوهدرات لماذا؟ لأن تستهلك الكاربوهدرات بشكلها الكامل الحبوب بشكلها الكامل بقليات والخبروات والفواكه البذور والمكسرات لو كلها تأكلها بأتدال سينزل وزدك طبعاً على الممارسة الثمارينة الرياضية لكن هناك لبس عن بعض الناس يعني البعض يأكل دونات يعتبرها كمصدر كاربوهدرات لا، يجب أن نعرف أن الطعام لا يحتوي على أنصر غداية واحد فقط يعني الدونات فيها سعرات حرارية من الدهون أعلى من الكاربوهدرات وممكن فيها بروتين قليلة هي كمية عناصر غداية لكن سعرات حرارية أعلى شيء مصدرها من الدهون سوف ننتبه إلى الموضوع آخر شيء نتكلم عنه هو التنشيط أو مرحلة التنشيط كثيراً تأتينا التساولات يعني كيف نشرف نظام غداية أول شيء مهم نفرق بين التنشيط وخسارة الدهون أو خسارة الوزن يعني مرحلة التنشيط هي مرحلة ما تمر فيها بدون ما تمر في عملية خسارة الدهون يعني من المقترض لكي نصحب معلومة عن بعض الناس التي تدخل في التنشيط خسارة الدهون أولاً من التخسر على كفلة الدهونية التي تكونتها في مرحلة البالكينغ في مرحلة البناء العضلية وزيارة الوزن العضل مرحلة التنشيط هي تشطيق مرحلة النهائية تخسر الكمية الصعبة من الدهون في الأماكن المحددة أو كمية الدهون التي صعب تخسرها وتقلل كمية السوافر طبعاً هذه المرحلة تحوضها لعبين كمان الأجساء التي تحوضها المنافسات نرى في مرحلة تنشيف آخر أربعة أو ثمانية ساعتين قبل البطولة أو 12 أسبوع لكن لا يوصل إلى المرحلة هذه التي تشوفها خسر الدهون وباني كثلة عضلية يعني البعض توقع على مرحلة نقول لك أنا أريد أن نشف فإذا لم تكن كثلة عضلية نشف على ما تقلل وما تقلل تطلق هيكال عضلية لا لابنك كثلة عضلية وزادت عندك نسبة الدهون قلل لنسبة الدهون ثم ترى جسمك مرحلة التنشيف هذه لابنك مرحلة مؤقتة يعني لا نشوف نحن لاعبين كمان نقول لك أنا أريد أن نشف طول السنة لأن التنشيف هذه فترة متعبة جداً ومرهقة لللاعب اللي نافذ أيضاً هي غير صحية لوحاً لأنك تنزل الدهون بنسبة كبيرة جداً من جسمك أيضاً تنزل السوائل ويبقى جلب على عضلية يعني جسمك مو حبس ماي ولا في شيء فهذا الشخص الطبيعي لا يحتاج أن نقوم بمراحلة التنشيف بهذه الطريقة فمهم أول شيء نعلم نخسر الدهون ولو حبينا أن ندخل بمراحلة التنشيف طيب كيف نشرف ومعروف أن مراحلة التنشيف لازم نقلل الكاربوهدرات فيها والقليات كما نحن نصدر المروتين تحتوي عليك كاربوهدرات عامة صحيح ولكن هنا نأتي إلى تجار الصوير تجار الصوير مثل توفو والتمبر المشتقات الصوير التي تخرج منها عادة تكون منخفضة بالكاربوهدرات فهنا ندخلها كمصدر فروتين ودخل معها مصدر كاربوهدرات عامة يجب أن نعرف أن مراحلة التنشيف قليلة لذلك يزير الكاربوهدرات يعني ما يمشي عليه مثلا 100 جرام 50 جرام 200 جرام فزي ما قلنا مراحلة التنشيف شي مختلف تماما على مراحلة مصارف الجهور هذا كان الفيديو اليوم أتمنى أني ما طولت عليكم يعني الفيديو خطيف لطيف اتأخذت على التمرين نوعا ما راح أتمرن إذا عندكم هاي كومنت شاركوا معاي لو في شي ما واضح وتحبون أن تتكلم عنه اكتبوا عندي في الكومنت و راح تتكلم عنه على الفيديو و شاركته ليصل لك أكبر عدد من الناس اما وصلكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا مانا